تجتمع المآسي على السوريين وتتفاقم أصداءها وتبعاتها ما بين بوت وأمراض وتهجير فقدان الأمل وغياب الحلول السياسية وتدهور الاقتصاد في المناطق المحررة دفعت العشرات من الأشخاص للانتحار أو محاولة الانتحار ما دفع بعض المنظمات الغير حكومية لإطلاق حملات للتوعية في مدينة سلقين شمالية غربية إدلب بالفترة الأخيرة لاحظنا كسرة حالات الانتحار في شمال غرب سوريا طبعا هاي الحالات بغض النظر عن المقيمين أو النازحين عن فئة الأطفال أو البالغين أو الزكور أو الإناس حالات لا يستهان بها وهذا الأعداد للحصائيات كانت كتير مخيفة جدا الطلب مننا نحن نقوم بعدة أمور أو نعمل شيء تجاه هذا المجتمع وتجاه هدول الأشخاص اللي يفكروا بالانتحار حتى نحسن نخفف من هاي الحالات وحتى نحن نحسن نقدم خدمة أو نسميها خدمة صحة نفسية بالنسبة اللي عم ينضغط نفسي هذا عم يساوي يعني ينتحر غليل دين لا يبدو ينتحر غليل دين لا ما بيصير هالعمل كله هذا يعني حتى العالم بدا تحكي عليه ليش ينتحر شغله مو مزبوط يعني من ضغط النفسي قضم الموت أرواح العشرات خلال السنوات الماضية بعد أن قرروا إنهاء حياتهم بأنفسهم منتحرين بوسائل مختلفة جلهم من فئة الشباب ويبدو أن الأعداد في زيادة بحسب إحصائيات العيادات النفسية وأعداد المقيدين في المشافي يعني بالفترة الأخيرة صار في زيادة ملحوظة بأعداد حالات الانتحار للأسف الشديد طبعا أسبابها متعددة كتير في منها حالات مرضية ممكن أن أسباب تكون اجتماعية أو اقتصادية للأسف الشديد يعني المراكز الصحية النفسية والكوادر المتوفرة في الشمال ما بتغطي حجم الاحتياج الموجود في شمال سوريا صار في حملات متعددة مشان التوعية في الانتحار إن شاء الله ولكن يعني برغم كل هذه الجهود المبزولة هي أقل من الاحتياج بكتير قرار الفرد في إنهاء حياته منتحرا وهو في مجتمعه وبين أهله إضافة لكون هذا الفعل مؤلم ويشكل صدمة لكل من يتلقى خبرا أن شخصا ما قد قضى منتحرا فالانتحار يعتبر فعلا يحرج أهل المنتحر ويقلقهم من تبعاته اجتماعيا لسنوات طويلة إن لم يكن مدى الحياة وهو ما يفسر تضليل أهل المنتحر أو المقدم على الانتحار للمشأ في لحظة إسعافهم بقول إنهم تعرضوا لحادث أو تسمم بسبب تناولهم طعاما فاسدا ويبقى السؤال هنا هو كيف للمؤسسات الحكومية والمجتمع المدل أن يحدوا من حالات الانتحار في الشمال السوري المحرر